أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا جميعا نحياكم الله من وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم راح أحضر معاكم أطيب وصفة شورمة بترك مختلف شوي عن المعتاد شورمة عصاج بالبداية أنا بحاجة لاتنين صدر جاج مخل الجلد والعظم في حال كان صدر معاكم اسميك يفضل انكم تخدو من النص وفي حال كان معاكم سمك متوسط بهالشكل ما في أي مشكلة مباشرة راح أقطعه بشكل شرائح عريضة بهالشكل بزاوية مايلة تقريبا ستين حتى أحصل على فورمة خفيفة لقطع الجاج أو سلايسز الجاج في حال حبيته تخلطه ما بين الصدر وما بين الفخد ما في أي مشكلة ولكن يكون التنين مخل الجلد والعظم مباشرة راح أنتقل لتحضير تتبيلة الشورمة ببولة جزاز بالبداية عندي اتنين ملعقة كبيرة من اللبن الرايب أو الزبادي أيضا عندي اتنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون في حال ما توفر ممكن تستبدله بالخل الأبيض نصف ملعقة صغيرة من الملح عندي ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض في حال ما توفر ممكن تستبدله بالفلفل الأسود ما في أي مشكلة بالإضافة لربع ملعقة صغيرة من التوم البودرة ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة ربع ملعقة صغيرة من البابريكا أخيرا وليس آخرا ربع ملعقة صغيرة من الأوريغانو أو الزعتر المجفف راح اخلطهم مع بعضهم كثير منيح حتى تجانس مع النكات وتتوزع بهالشكل مباشرة راح انزل باتنين سدرجاج مخل الجلد والعظم وقطع شرائح بهالشكل عليهم مباشرة اعطيهم تقليبة سريعة حتى اغلف معاي الجاج كامل بالتتبيلة وتتشرب معاي من جميع الجهات حاول قدر المكان اوزحها في حال حبيت اضيفوا اي نوع ابهار ثاني انتو بتحبوه ما في اي مشكلة مثل الهيل المطحون او القرفة المطحون هيك بعد ما غلفت وزعت كامل الصص على الجاج في حال كان معاكم الوقت الكافي ممكن تغلفوها بالنيلون ربر ودخلوها للتلاجع المدلاطة قل عن ساعة وفي حال ما كان معكم وقت باشروا بعملية الطهو انا بهالوصفة راح اباشر بعملية الطهو بعد التتبيل واليوم لوصفتي راح اختار غريل غرانيت مانع للالتصاق من براند اديسون من متاجر السيف غالري موزع للحرارة بشكل منتظم ما بين المنتصف والاطراف والميزة الاضافية بهالجريل في خاصية التخلص من اي فائط سوائل او زيود غير مرغوب فيها من خلال جارور محكم الاغلاق والثبات بنقدر نفكه نتخلص من اي زيود او سوائل غير مرغوب فيها بكل سهولة وبساطة هالجريل الاكثر من رائع بيساعدنا بالمطبخ وبيختصر علينا الوقت والجهد بالبداية بدي اشغل الغريل واضبط درجة الحرارة على اقوى درجة حرارة موجودة عندي بالبداية راح اترك الغريل يحمى عندي لمدالات اقل عن ثلاث دقائق حتى تتوزع درجة الحرارة عندي بشكل كامل بعد ما حمي عندي الغريل بهالشكل لمده ثلاث دقائق حتى تتوزع عندي الحرارة في عندي واحد ملعقة كبيرة من زيت النباتي راح اضيفها بالنص بهالشكل فقط حتى أعطي تشويحه وأساعد الجاج ياخد لون عندي مباشرة راح أضيف عندي الجاج اللي تبلته مسبقا راح أوزع الجاج بشكل طبقة حتى تتوزع عندي درجة الحرارة على كامل القطع ويستوي معي بشكل منتظم وكامل عم بنشوف خاصية توزيع الحرارة ما بين كامل الجهات عندي عم ياخد لون من جميع الجهات بشكل متساوي حاولوا دائما قدر الإمكان بمثل هيك ماتيريال ما تستخدموا أي مواد صلبة أو أي أدوات حادة بفضل دائما نحرك بمعالق سيليكون مضادة للحرارة إذن راح أعطي تقليبة سريعة بهالشكل شوفوا معاي كيف أخد معي لون بشكل سريع متوزع والجاج عم يستوي بعد مرور مدة 7 دقائق شوفوا معاي لون الجاج كيف استوى كامل توزع الحرارة بشكل كامل ما بين أداء الصاج عندي صار جاهز عندي للاستخدام مباشرة راح أطلع فيه بهالشكل شوفوا معاي اللون توزيع الحرارة بيساعدني كثير بالوصفات ننتقل أهم مرحلة بالسندوشات في عندي خبز شراك أنا شلت الأطراف الموازية لبعضها فقط راح أخد الطرف الأول الجهة السميك والطرف الثاني برضو الجهة السميك شو بتحب يكون طول السندوش عندكم أنتو بتتحكموا بطوله بالبداية راح أستخدم صص التومية حضرناه مع بعضنا مسبقا من خلال القناة ممكن تتطلعوا عليه من خلال يوتيوب أو أي من منصات التواصل الاجتماعي راح أضيف مقدار منه بهالشكل راح أوزعه بهالشكل وراح أوزع مقدار من الشورمة اللي حضرناها مع بعضنا شوفوا معي اللون ولا أروع من هيك تأضافة اختياري دائما المرافق للشورمة هو المخلل للخيار في حال حبيت تضيفه برضو بهالمرحلة البطاطا المقلية ما في أي مشكلة أو أي شيء أنتو بتحبوه من الخضار الثانية ممكن فليف للألوان وممكن برضو شرائح من الخس برضو بيأخد بداية الخبزة راح أطويها بهالشكل منشان تساعدني أشدها على بعضها وألفها بشكل رول وبهيك أنا حصلت على ساندوش شورمة برضو على نفس الجريل محمى مسبقا ثلاث دقائق راح أوزع القليل من الزيت بهالشكل بواسطة فرشاي مطبخ ساندوشات يلي حضرناهم مع بعض برضو راح أرسهم لو اتوفر عندكم بالبيت أي شيء تضغطوا عليه أي أداة خفيفة عندكم تضغطوا عليه بهالشكل وبهيك بعد مرور مدة ثلاث دقائق راح أعطيهم مسحة برضو على الوجه وراح مباشرة ألف هالساندوشات برضو بخليهم يتحمروا من مدة دقيقتين لثلاث دقائق وبهيك بعد ما تحمروا معاي وتحمصوا من الجاتين شوفوا معاي هاللون خلينا مع بعضنا نقطعهم شوفوا معاي هالقوام والصوت خلينا نجرب الطبق مع بعضنا شوفوا معاي اللون والتماسك الجات جوسي المرافق للشاورمة نعطيه تغطيصة سريعة مثل هيك ونطلع فيها ونسمي بسم الله وبالعافية عليكم